شكراً للأخ الرئيس هذه بداية سيئة جداً من هذه الحكومة وهي استمرار لسوء الإدارة طوال الخمس سنوات الأخيرة وهذا الأمر ما هي قضية انتخابات أبداً والله ما أثرت في النتيجة النتيجة مكسومة عند الله سبحانه وتعالى بارك لك في الرئاسة والأخ عبدالله الرومي إحنا أخوان ورح نستمر في إلي ما يعارض مصلحه العامة ويا أخ مرزوق أوجه لك رسالة مع الاحترام والتقدير الكامل لك يجب أن تكون على مسافة واحدة لا مع الحكومة ولا مع المجلس مع الحق إن كان مع المجلس مع الحق وإن كان الحكومة على حق ما نمنع إنه كان هذا الشيء وأرجو أن تكون إدارة الجلسات إدارة رجال دولة وتعرف ماذا أعني مرزوق وأي تجاوز وأي تجاوز للدستور الأخ الرئيس قسماً بالله أي تجاوز للدستور منك شخصياً أو من الرئيس مجلس وزراء أو من الوزراء قسماً بالله العلي العظيم وهذه النتيجة وهذه النتيجة لا تعني الفشل أقول للشعب الكويتي هذه النتيجة لا تعني الفشل نحن في مشوار الحرب ضد كل فاسد ومفسد في هذه الدولة ولن نتوانع عن هذا الشيء أتمنى وأوجه لك الرسالة وأوجه للسيد للأخ سمو الرئيس رئيس الحكومة الكويتيين سواسية وحقوقهم محفوظة والحريات محفوظة والعبث بأموال الدولة لن يمر ممرور الكرام وأوجه كلامي لجميع الوزراء أي تجاوز على حقوق الكويتيين قسماً بالله لن نسكت قسماً بالله لن نسكت وأرجو أن تكون الأخ الرئيس بصفتك كرئيس مجلس أمة محايد محايد والنهجة التي نهجتها في الثلاث سنوات الماضية لازم تشيلها من مخك وشكراً شكراً شكراً الأخ شعب الموزري وأؤكد لك بأني سأضل كما كنت باراً بقسمي البندة